أهلا بكم جميعا أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة سنتكلم اليوم عن منظمة غير ربحية داخل كندا تساعدك في إيجاد وظيفة في كندا وفي نفس الوقت تساعد صاحب العمل الكندي أو الشركات في إيجاد عامل بطريقة سهلة كندا حاليا مسنف البلد رقم واحد عالميا في نقص اليد العاملة ولما أقول رقم واحد يعني هناك أكثر من مليون ونصف وظيفة متاحة حاليا داخل كندا ومش لقين ناس تشتغل في هذه الوظائف وبالرغم من أن الحكومة الكندية أعلنت عن كثير من برامج الهجرة حتى تستقطب مهجرين للعمل في هذه الوظائف إلا أنها إلى حد هذه الساعة ما زالت تعاني من هذا النقص الحاد والسبب كالأيتي أولا بسبب نظام الهجرة المعقد والمقيد لعملتها الحكومة الكندية فألاف الأشخاص تجد صعوبة في التقديم على هذه البرامج بالرغم من أن هذه الأشخاص مؤهلون وذوي خبرة وقادرون على إداء الوظيفة مثل أي كندي ومع ذلك بسبب برامج الهجرة الصعبة فإن الحديث عن الهجرة والعمل في كندا أسهل من الفعل ثاني سبب يا جماعة الشيخوخة السكنية يتزايد عدد الأشخاص الذين يتقعدون في كندا ويتوقفون عن العمل وهذه الأسباب جعلت أصحاب العمل والشركات الكندية تعبر عن استياءها من نظام الهجرة هذا لأنها تجد صعوبة في العثور على مرشحين مؤهلين لذلك المنظمة اللي سنتكلم عنها اليوم تحاول معالجة هذا النقص الحاد في العمالة من خلال توفير أكبر عدد من العمال الأجانب لهذه الشركات وحتى نكون سريح معكم أنا اتكلمت عن هذه المنظمة منذ أشهر والخبر المفرح واللي خلاني أتكلم عنها من جديد أن هناك متابعين في هذه القناة تحصلوا على عقود عمل من خلال هذه المنظمة هذا السبب الرئيسي لخلاني أخصص لها فيديو كامل وأي برنامج هجرة أو مؤسسة أو منظمة تحصلنا منها عن نتائج إيجابية سأقوم بتكلم عنها مرة أخرى لذلك أنا أطلب من أي شخص مهما كانت مهنته طبيب سيدة لمبرمج مدرس نجار ميكانيكي عامل بناء أي وظيفة تشتغلها قدم بها اليوم عبر هذه المنظمة ولما لا تكون هذه المنظمة سبب في حصولك على عقد عمل مثل ما كانت سبب في حصول متابعين قبلك على عقود عمل فأنت إذا أول مرة تعرف هذه المنظمة أو حتى إذا تعرفها من قبل فقم بالتقديم اليوم وإن شاء الله ربي يوفقك اعمل لايك للفيديو وإذا كنت جديد في القناة اشترك وفعل زر الجرس حتى يسلك كل جديد أول بأول وعود لنبدأ الشرح كما تشاهدون أمامكم اسم المنظمة كغيير سون فون تيغ كما أخبرتكم هذه المنظمة عبارة عن وسيط بينك وبين صاحب العمل يعني المراحل تكون كالأتي أولا أنت تقوم بالتقديم ثاني مرحلة منظمة ستعرض ملفك على أصحاب العمل والشركات الكندية المرحلة رقب ثلاثة إذا صاحب العمل وجدك الشخص المناسب سترسلك المنظمة عبر البريد الإلكتروني الخاص بيك المرحلة رقم أربعة تتفهم مع ساحب العمل وتحصل على عقد العمل وآخر مرحلة تقدم على فيزا عمل وتسفر إلى كندا هذه المراحل ليست تمر بها وإن شاء الله أي شخص يقدم اليوم يتعدى بهذه المراحل ويسفر إلى كندا لكن نقطة مهمة جدا سأوضحها لكم السيفي أو السيرة الذاتية مهمة جدا يجب أن يكون معك سيرة ذاتية على الطريقة الكندية وتكون مسممة بشكل احترافي تخلي صاحب العمل الكندي يختارك أنت على غيرك بعبارة أوضح السيفي سيكون رقم واحد في قبولك في أي شركة كندية نذهب لعملية التقديم تجدون رابط الموقع الرسمي للمنظمة في صندوق التعليقات في أول تعليق تدخل لها ستجد كل المعلومات الخاصة بهذه المنظمة تضغط على الثلاث أستر هنا ومن بعد تضغط على النس ستفتح لك القائمة هذه أنت تختار تقديم طلب أنا سأترك رابط التقديم في صندوق التعليقات مع رابط الموقع الرسمي للمنظمة لكن في سورة ما لم تفتح لك صفحة التقديم تدخل على رابط الموقع الرسمي للمنظمة وتعمل هذه الخطوات وستفتح لك صفحة تقديم الطلب حسناً هنا المنظمة تقول لك ابدأ بملء النموذج أدناه لتكون جزءاً من قاعدة بيانات العمال الأجانب ثانياً عندما يتصل بناء ساحب العمل لتعيين عمل يطابق ملفك الشخصي سوف نرسل طلبك ونتصل بك لشرح الخطوات التالية وثالثاً عندما يلبي كل شيء توقعاتك نبدأ في عملية الهجرة ننزل الأسفل هنا استمارة التقديم أنت تقوم بتقديم على هذه المنظمة عن طريق ملء الاستمارة هذه ملاحظة مهمة استمارة التقديم لا تترجم للغة العربية أنا سأشرح لكم طريقة التقديم وأنت تملأها باللغة الفرنسية تضغط هنا أول شيء وتختار ذكر أو أنثى من بعد تضع الاسم واسم العائلة البريد الإلكتروني من بعد تضعها مرة أخرى هنا من بعد تضع جنسيتك هنا كل دول العالم تختار البلد لتولدت فيه من بعد تضع بلد الإقامة البلد المقيم فيه حاليا أنا مثلا مقيم في فرنسا وتولدت في تونس سأضع بلد الجنسية تونس وبلد الإقامة فرنسا أنت نفس الشيء تضع البلد تولدت فيه ومن بعد تضع هنا البلد المقيم فيه حاليا من بعد تضع رقم الهاتف تضع الرقم الدولي في الأول من بعد تضع رقم الهاتف الخاص بك وهنا تضع عمرك 20 سنة 30 سنة 60 سنة تضع هنا عمرك حسنا بعد ما تضع كل معلوماتك الشخصية تضع هنا المهنة الخاصة بك نجار ميكانيكي عامل بناء مبرمج مدرس تضغط هنا ستفتح لك قائمة فيها كل الوظائف فأنت تتحدد مهنتك نفترض أنه معك مهنة أخرى نفس الشيء تضغط هنا وتختار مهنتك الثانية طبعا هذا ليس شرط لكن أي شخص عنده مهنة ثانية ويريد أن يشتغلها في كندا يضحى من بعد تقوم برفع السيفي الخاص بك تضغط على تحميل وترفع السيفي من جهازك ومن بعد تضع علامة هنا يعني قرأت سياسات الخصوصية وموافقة عليها وآخر مرحلة تكتب الكلمات التي ستظهر لك هنا في سورة ما وجدت صعوبة في معرفة الكلمات تضغط هنا ستظهر كلمات أخرى تكتبها كما هي حتى يتحقق من أنك لاست روبوت ومن بعد تضغط عليه سومتخ أو تقديم تنتظر قليلا ستظهر لك هكذا تضغط عليه أوكي وهكذا أنت تقدمت بشكل رسمي الخطوة التالية هي العثور على صاحب عمل يبحث عن عمل يتناسب مع خبرتك في العمل ومؤهلاتك يرجى ملاحظة أن تعيينك لهذا شركة يعتمد كليا على صاحب العمل وليس علينا ومع ذلك نود أن نعلمك أن رفاهيتك تقع في سميم مهمتنا وسنبذل قسارة جهدنا لإيجاد وظيفة تلبي توقعاتك بمجرد أن نجد لك منصبا متاحا سوف نتصل بك ونقدم لك مزيد من المعلومات ونوضح لك الخطوات التالية في هذه العملية أنت الآن معليك كان انتظار رسالة من المنظمة يعني إذا وفق عليك صاحب العمل ستتلقى الرد عبر البريد الإلكتروني وتنتقل للخطوات التالية هذا كان كل شيء في فيديو اليوم لا تنسى دعمي باللايك ومشاركة الفيديو لأصحابك المهتمين بالسفر والهجرة إلى كندا حظ موافق